أعزائي طلبات وطلبات الصف الأول السنوي منهج Upstream B2 معكم السلامة فروزي والنهار ده معدنا مع الوحدة التامنة من الجزء الثاني وزي ما تعودنا في الجزء الثاني هنشرح القواعد ونحل عليها اتشوز وريعيت طبعا في اليونت بتاعتنا هنتكلم عن اللي هو القواعد تعال نشوف مع بعضنا هو بيتكلم على حاجة اسمها الريبورتز سبيتش بس طبعا لو احنا نفكر الريبورتز سبيتش ده كان اللي هو الدياركت اندياركت اللي هو التحويل من المباشر ايه لغير المباشر بس هيستخدمه طبعا ما حاجة اسمها يعني افعال اه خاصة اللي انت ايه طبعا ان انت بتقدم بيها زي افعال طبعا ايه اللي هي اللي هي طبعا جملة الامرية او طلبات او اللي هي ايه الاقتراحات او التعليمات اتي سي الى اخير يعني اوكي اه بعد كده طبعا احنا بنستخدم الفعال دي تكون اه ياما ييجي بعدها ايه ياما يعني ايه ييجي بعدها على طول او بيجي فاعل او او اللي هو ايه بقى اللي هو فاعل في اي 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 او زت وبعدها ايه جملة يعني زي كده هنا بيقول لي ايه في ايه احنا هنا هنتكلم على فطبعا انت لما تجي تحولها انا هتقول لي هي اجريد هو واقف اه وافق يعني هو وافق انه هو يديني ايه يسلفني السي دي انا استخدمت هنا بعد فعل القول اجريد اللي هو طبعا الانتروداكتر فيربعو استخدمت طوبلاس الان فيناتف جملة مسلا زي ام ووركينج طبعا هنا دي جملة في اللي هي كليمد كليمد تو بي ووركينج او انا استخدمت بيها هنا بعدها على طول زت وجملة زت ويه وجملة اللي هو زت ويه والكلوز اللي هو ايه الفورم ده الشكل ده في هنا طبعا ايه او هي كليمد زت اه واكمل بقى جملوتي بقى هي كليمد زت هي ووركينج بقى باخد بالك هنا انا استخدمتها طبعا ايه جملة بس احولتها من زي ما كنت بحول بالزبط فين في ال بعد كده عندنا جملة بقولك اللي استخدم طبعا فعل القول بتاعه يبا هي دي بحول بي بلس اه البب مريع اوكي هنا مولي بي 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 باي هنا would you like me to buy tickets for the concert طبعا هنا الوستخدم offered offered يعنا عرده يبا يبا هولي هي offered to buy tickets for the concerts الحفلة الموسيقية الحفلة الموسيقية يبقى نقول he promised to call me as soon as he got home برضو هنا ممكن اجيبها ايه اللي هو الزت فورما الزت ويجيب بعدها ايه جملة close يقول he promised that he would call me as soon as he got home no I want to do what she wanted اللي استخدم بrefused اقول لي بقى he refused to do what she wanted جملة تانية بقى يبقى يقول له be quiet يعني خليك هادي or I'll give you extra homework طبعا هنا يعتبر تهديد فانا هستخدم هنا فعل القول يبقى نقول لي هنا بقى he threatened to give us extra homework if we weren't quite او he threatened that he would give us extra homework طبعا هنا حولت الجملة هنا من آآ will plus infinitive لود plus mean infinitive تمام كده ده كل الحاجة ديك بقى آآ برضو subject to plus infinitive هنا بقى هيتجيبي بقى هنا فعل بعدها يقول لك you should apply for that job لازم تتقدم لهذه الوظيفة يبقى هنا طبعا هو عايزي استخدم فعل القول he advised he advised يعني نصح يبقى he advised me وكمل بقى to apply for the hijab you can go out with our friends او اللي هي allowed اللغد هنا طبعا يعني سامح يبقى he allowed me to go out with my friends could you give me a lift to work طبعا هنا يعتبر ده سؤال فهيستخدم فعل القول asked فعوله هنا بقى he asked me وكمل بقى to give him a lift to work برضو please هنا please هنا يعتبر ايه picked توسل please please you have to help me يبقى نقول he picked يبقى هنا فعل القول عندي هنا مين picked يعني he picked me to help him put your hands in the air طبعا هنا ده جملة امرية فاوله he commanded commanded يبقى he commanded them to put their hands in the air جملة تشجيعية بقى should you should enter the competition استخدم فعل القول encouraged يبقى he encouraged me to enter the competition اوكي زي ما احنا ماشيين كل ده على طول بإذن الله كده احنا مفيش اي مشكلة هو yes تعال نشوف تعال نشوف كده ايه write out ونشوف نعملها ازاي بيقول لي هنا number one I'll help you with the decoration اللي استخدم agreed استخدم ايه agreed في السؤال طبعا هنا بيقول له I'll help you with the decorating اللي استخدم agreed اوكي تعال نشوف كده هنعملها ازاي يقول لك هنا بقى اول حاجة طبعا هتبدأ بها هنا اول حاجة هي فعل القول ونقول he او شي he agreed اوكي to yes وبعد كده اجيب help yes يبقى he agreed to help me with the decorating كده الجملة خلصة طبعا ما بيش اي مشاكل خلص agreed to plus the infinitive بعد كده طبعا هنا الجملة اللي بعديها بيقول لي هنا for number two for number two هنا بيقول لي ايه you should try to get more exercise الاستخدم advised advised يبقى هنا طبعا should هنا لنصيحة وadvised ليه لنصيحة يبقى he advised oh he advised me اوكي to try اوكي to get more exercise اكملها وممكن اقول على فكرة هنا ايه he advised me to get more exercise على طول يعني ما فيش اي مشكلة question number three بيقول لي هنا هنا في three she told me secret to everyone جيب الجملة هنا طبعا انه اللي يبقى she يعني هي accused يعني ايه بقى هنا accused يعني اتهمتني هنا بتاخد preposition off اجيب بعدها verb plus sign نجي telling here secret السر بتاحة to everyone to every one question number four في number four هنا بيقول ليه i knew nothing about it هالي استخدم claimed استخدم ايه claimed يبقى انا حوالي هنا طبعا اقول he claimed يعني هو دع yes الدع هنا اوكي he claimed ممكن اربط هنا بزد what he had known nothing nothing yes about it about it about it yes انا حاولت طبعا هنا the best symbol the best perfect على طول يعني ايه اللي هو had plus a b b بعد كده في question number five number five هنا بيقول لي ايه ايه number five سهلة جدا بيقول لي you can watch the film on tv هالي استخدم allowed يعني سامحلي بنقول he allowed me to watch على طول to watch سامحلي ان انا اشاهدي الفيلم on tv بعد كده question number six في number six بيقول لي yes i dropped the glass هالي استخدم admitted يعني admitted هنا يعني اعترف هنقول له طبعا هنا he admitted he admitted he admitted number seven number seven will i want to speak to the manager الاستخدم demanded يعني طلب هتقول له طبعا هنا ايه he he demanded number seven no no he demanded عدد يعني طلب to speak okay وتكمل ايه to the manager to the manager فنبر ايه بقوله would you like me to carry the bags for you الاستخدم offered يعني هنا عرضي بنقول له he offered يعني هو عرض two would come a day to carry the bags okay for me for a me yes the question number nine في number nine هنا بيقول لي بقى في number nine بيقول لي please please you have to do something please ده يعتبر picked picked هنا يعني توسل يبقى نقول he picked us يعني توسل لنا okay يبقى he picked توسل لنا كده to ever to do something to do something to do something نحن نعملي اي حاجة يعني نفعل اي شيء يعني question number ten number ten هنا بيقول لي بيقول لي i'm sorry i'm late الاستخدم apologize يبقى طبعا هنا نقول he apologized يعني هو اعتذر يعني هو اعتذر يعني هو اعتذر يعني هو اعتذر بعد كده نقول له طبعا for ونكمل با being late على كونه انه هو ايه متاخر طبعا نخد بلك انه بعد ما اجيه ال proposition هو اجيب فرب بصة ايه نجيه على طول فنمبر تن فنمبر تن هنا بيقول لي no number 11 number 11 i'll give you some money back tomorrow يعني هرقع لك الفلوس بكر الآتي Forb forb so it if بس في عندي مشكلة هنا ان عندي tomorrow لازم تحولها الى the following day the following day day. بقى كده question number 12 number 12 هنا بيولي بيولي it's quicker to take the train. الاستخدم explained يعني شارع. طبعا انت هتقوله هنا هي explained that it was quicker to take the train. انا حاولت هنا از الواز اوكي. يبقى هي explained يعني هو شارع ان كان سهلا جدا او اصرع ان احنا نقضي القطر. ياس بعد كده في number 16 دقوم لcommanded امرية هو يبقى انه لبقى هي commanded هي commanded هو سارة او هي commanded here to put the gun down. وفي number 16 هنا بيولي number 15 بيولي no i won't apologize to here الاستخدم refused. طبعا انه قولي هنا بقى هي refused to apologize to here. ياس. في number 15 بيولي you should come to the party الاستخدم encouraged. يبقى هي encouraged me to come to the party. come to the party. زي كده في الزبط احنا ما احنا شغالين اهو اوكي في number 16. عشان عامل الوقت بس كده اهو 16 بيولي the flight has been cancelled. اللي استخدم informed. informed يعني اعلن. لما اجا حوالها بقى اقول زي informed that the flight had been cancelled. حوالتها من present perfect او او. اوكي. اه مبني المجول الى ايه. past perfect. اه في number 17 بيولي behave yourself. or i'll send you to bid. اللي سريتند. اوكي. يبقى نقول له. يعني هما هددون. يبقى نقول طبعا ايه. زي سريتند مي. او زي سريتند. to send me. to bid if i didn't behave myself. يا. تعني اكتبها كده. نقول ليه هنا. نقول زي. سريتند. يعني هددوني. to send me. انهم يبقى ايه. تبد ان انا روح انام. if i. لو انا ايبه didn't. behave. لو انا ما احترمتش نفسي. اوكي. behave myself. I sold. لو انا ما عدتش وعدد. اوكي. في number 19 بيولي. I feel very hungry. على استغلال. complaint. complaint هنا عن اشتاكة. اوكي. يبقى نقول هنا. يبقى نقول هنا. he complained about feeling hungry. I'm very hungry. yes. number 20 بيولي. why don't we play padminton tomorrow. على استغلال. يبقى هنا طبعا هنا في القول suggested. يبقى نولي. he suggested the following day. 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 or the next day. the day. yes. بعد كده في number 21. will you come to my wedding reception. على استغلال من اللي بقى هنا. he invited me. دعاني. to come to his wedding reception. yes. ده بالنسبة للحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها هو. نكتافي كده. وطعا نشوف حاجة تانية. عشان طبعا وعدت الفيديو. الجزء اللي بقى كده في الجرامور ما بيتكلم على جزء اللي بقى الكرامور. الاسماء التي تعد. والاسماء التي لا تعد. طبعا. الاسماء التي تعد. طبعا. كلنا احنا عارفين. كلام ده مثلا زي. جامعة و بوتس. والحاجات اللي ما تتعدش طبعا كلها زي الملك والحبنس والماني والفن. اوكي. وفي انواع التيبيز والفود اللي هي الجوز والتيز والفلاور. الدير والبادر والميد. كلها دي طبعا. uncountable. وبالنسبة للليكويدز اللي هي طبعا السوائل كلها طبعا اللي هي ايه? زي ووتر وكوفي وويل وبترول. وبالنسبة للماتيريال زي الموات الخامس زي سيلفر ووود وقولد وبلاستيك طبعا والابستراكت ناونز زي الفريدم والحابنس والهوب. وحاجات اخرى زي ايه? اكموديشن وانجر ولك كلها دي ايه? uncountable. والصبجكت في السطادة زي الكيميستري والهيستري والمس كلها دي uncountable. حاجات زي الفوتبول والرقبي والكريكت كلها دي uncountable. اللغات زي الايطاليا والجابانيز والاربك. الامراض كلها ايه? uncountable. الوزر والطاقس زي الرين وسنو والمست كله uncountable. حاجات زي مثلا اه باجج. ماني فرنيتش. الربش. فيه ناس كده قوي بتيجا ايه تقولي طب ايه حكاية الرقل الماني دي uncountable. يعني زي ما احنا بنعد الفلوس واحد اتنين تلات اربعة. خد بالك احنا لما بنعد كلمة ماني. الكلمة ذات نفسها لو هنتكلم عن ماني جينرال عمتا فهذا uncountable. لكن احنا لو عايزين نعده فبنقول one pound two pounds three pounds. اوكي? نفس النظام اه هي الحتة بتاع اهو نس احنا بنتكلم عليها اهو. البرد هنا بيقول لك ايه? uncountable. يعني نفعش نقول two birds. اوكي? لان كلمة دي is uncountable غير معدودة. فلو انت عايز تعدها هتقول هنا لوف يعني ايه لوف هنا يعني اه رغيف ولا عايز تجمعها تبقى two loops او three loops او slice شريحة two slices. هنا بقى عندك بقى الفلاور دي والشجر والرائس كل ده uncountable. لكن انت لو عايز تعدها هتقول a bag of a bag of flour a bag of sugar two bags three bags برضو نفس النظام. a box of tea a box of chocolate a carton of milk a carton of juice او كريم. كل ده احنا نعدو عن طريق طبعا وسائل القياس اللي هي a box of a carton off a tin off او a par off او a packet off او a bottle off او a jar off. كل ده اللي هي وسائلتة القياس بداخل uncountable nouns اللي هي هي الاسماء التي لا تعد. الحتة اللي بعد كده احنا بنستخدم مع uncountable nouns وال uncountable nouns. sum. sum هنا بعض. طبعا هنا مشتركة. تستخدم هنا وتستخدم هنا. طيب بالنسبة ال any برضو هنا تستخدم هنا countable uncountable. طبعا عندي نو. او نو تستخدم هنا. وتستخدم برضو uncountable. عندي هنا a lot of. برضو هنا تستخدم countable و uncountable. عندي هنا برضو lots of. كسير من هنا. كسير من هنا countable و uncountable. هنا اخد بالي مني كسير للعدد لكن هنا much كسير للكمية. هنا few قليل للعدد هنا a little قليل للكمية. او كي? each و every مع ايه? مع countable. ما نقدرش طبعا هنا مع ال countable null a little ولا much. ولا نقدر نروح هنا لل uncountable null افي او ال mini افي او ال ايه? many. yes. خدنا بنا من الكلام ده? طيب هنا some yes some تستخدم مع الجملة المثبتة. اوكي? تستخدم مع offers or requests. يعني زينا ما قولي. اه. انا قولي هنا. ايها في some money. I have. او some money. دي كده اقوم لأيه مسببتة. some money. yes. بالنسبة لك هنا بقى ممكن تيجي مع ال offers الطلبات والعروس. زي لما اقول لك هنا ايه الطلب. can I have? ايه? some tea. some ايه? تي. يعني ممكن لو سمحت ايه شوية شيء. اه ممكن تستخدمها بقى انت مع الطلب زي لما تقول لي would you like? would you like some? like ايه? some. ده بالنسبة لمن? لي? some. لما تيجي مع جملة مسببتة تيجي مع الطلب والعروس. هنا تيجي مع الجملة ايه بقى? الاستفاهمية والجملة المنفية. زي لما اقول مثلا اه الجملة المنفية اقول اه هنا زي مسلا ايه. اه ايه? 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 معني. ايه? اي ماني. انا ايه? ماني. يعني ما ايش اي ماني. وبقى انا احطت انا في جملة منفية. يس في جملة ايه? منفية. لكن هنا ممكن تيجي مع السؤال لما اقول لك ايه? ايه? يس. نوبا بقى بتيجي مع الجملة المنفية بس بتكون مسببتة. ما ينفعش اقول I don't have any money. ما ينفعش اقول I don't have no money. لكن ممكن اقول I don't have any money. اوكي? لكن لو انا عايز اقول no اقول I have no money. شوف انا اكتبها ازاي عشان انتبه فاهمها اقول اي اهي I have no money. يعني معيش اي فلوس. تمامك? ده بالنسبة الميل ليه صم وامين. تمام كده? تعال شوف مع بعضينا بقى الجزء اللي هو بتاع a few. وفيو. يعني ايه انا بتجيلي جملة كده ويقولي هنا a few. ويجي جملة تاني هنا ويقولي فيو بس. ويجي جملة تاني يقولي a little. ويجي جملة تاني يقولي لأ little بس. امتى اقول افيو وفيو? قلت اه اولا ان هما اللتين بيستخدوهم معا الاسماء التي ايه تعد. دي هنا معناها كده ان هو مش كتير لكن كفاية لكن يكفي. يبقى فيو هنا يعني لا يكفي. قليل ولا يكفي. لكن هنا قليل ايه ولا يكفي. almost none not enough. not enough. زي انا ما اقول كده مسلا. i have مسلا. a few apples. يبقى اللي معايا على ادينا بالزبط ويكفي. اوكي تمام. لكن فيو هنا او ايها فيو apples. يبقى انا هنا معايا بس بالكاد يعني ما يكفيش ايه يعني ما يكفيش خلص يعني. هاردلي هاردلي ايه? هاردلي ايه? يعني. not enough. not enough. مش كفاية. تمام? بالنسبة a little little. a little little دول هما الاثنين بيجوا مع العسماء التي ايه? لا تعد. طب لما اقول هنا a little means not much but enough. زي اللي هي بتاع بالزبط ايه? قليل ويكفي. تمام? هنا نفس النظام قليل ويكفي. بس للكمية. وهنا برضو little means hard لاني. برضو قليل ولكن لا يكفي. قليل ولا ايه? يكفي. اوكي? تعني شوف كده الزرار. a few apples left. يقول لك. a few apples left. يوقد قليل من ايه? التفاح. would you like one? تحب واحدة? تاخد واحدة يعني? تاني شوف اللي بعدية. سرار few places. شوفت هنا few places? اماكن قليلة. for young people to go in the garage. يبا هنا مفيش اماكن كتير يعني. there is a little milk left. يوجد لبن قليل. you don't need to buy any today. انت مش محتاج النهار ده تشتري. لكن لو قلك هنا مثلا little milk يبا انت كده محتاج ان انت تشتري. there is very little traffic at that time of night. اوكي? يبا هنا معناها كده ان النهار ده النسبة المروري مزدحمة جدا. بعد كده lots of lots of much of many. طبعا lots of lots of هنا يجي مع ايه? مع post uncountable and uncountable. يعني plural جمع كله. تمام? اه normal use in affirmative. استخدموا طبعا مع ايه الجملة المثبتة اهاي. اوكي. where is omitted when they aren't followed by noun. ومش هنا معناها تجيبها طبعا مع ال countable nouns. اوكي? too much money. yes. اه فلوس كتير. too much sugar. سكر كتير. many. تجي مع plural countable. many pins. many apples. حاجات كتير. many pokes. yes. ده بالنسبة لهم كلهم. شرحناهم كده. بتاع نشوف مع بعدينا احل الاكسرسيز على الكلام اللي احنا خدناه مع بعدينا. وبعد كده بتاع نشوف مع بعدينا الجزء بتاع الاكسرسيز. اه اول سؤال معنى هاتشوز. will have good biscuits. i'm hungry. طبعا هنا ده سؤاله. فهاتحط مين اني. هنا دايما بتاقي مع السؤاله. فنمبر تو بيقوله. there is very milk left. could you get some when you are out. طبعا هنا عيبه. little. little هنا طبعا قليل ولا يكفي. فبيقولك ممكن تشتري البعض وانتبره. فنمبر سري بيقوله. بيقوله ما جي. is so fussy. there are very things that she can eat. طبعا هنا few things. few things. the question number four بيقوله. I'm sorry sir. there is the lobster left. would you like to try something else. طبعا هنا يعني بيقوله هنا there is no. there is a no. اوكي. يبقى بيقولك هنا اي. there is no lobster left. يعني ما فيش اي lobster متروك او موجود. هل تريد شيء اخر. اوكي. في number five بيقوله. there are sandwiches in the fridge. if you are still hungry. طبعا هنا زرار some. you got body. send out chat. في في رج التلاجة لو انت عايز او ما زال انت ايه. بعد كده كويس الشننبر سيكس بيقوله. only olives left in the bottom of the jar. او of the jar. طبعا هنا يعتبر قليل ولا يكفي. اللي هي في واي. يعني حاجات وليلة جدا في القاع بتاعه الجار البرتمان. number seven بيقوله. would you like more bread. طبعا احنا وينا معه. اللي هو الطلبات بيستخدم some. بيقوله. would you like some. في number eight بيقوله. how orange juice have we got. طبعا orange juice. and count. بيقوله. how much. هنا في number nine. would you like to drink. طبعا حاجة الشرب هاي. يبه هنا something. ما عندي something. would you like anything. would you like ايه. anything to drink. طبعا انا مش هيروح يقوله طبعا someone يعني هو مش عايش رب حاجة. مش عايش رب حد يعني. في number ten. بيقوله. don't forget to buy a of to spist. طبعا التو spist اللي هي ايه. انت معقول لها اصنان. ويبه توب. 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 وفو.بست. في number eleven بيقوله شي. uh friend from on his bad behavior. uh the friend from me طبعا ال for me هنا فيربا اي منجي ازا ما احنا قلنا يباian commenting on. في number ten. في المنطلبي يقوله ما ما ايه. منورا النتشر بيه المنطل فين أخد بالك ان الفرنيتشر هنا لا يعد عن وعشان كده هتروح لمن على طول اللي is being delivered. في نمبر ستين بيولي she to help me with my essay. طبعا هي اكيد وعدتني او عرضت يعني هنا offered يعني عرضت علي تساعدني يعني. في نمبر ستين بيولي هي going to the concert on friday. يعني هو طبعا اقترح يس. يبا هي suggested going to the concert on friday. في نمبر ففتين هنا بيولي شي us agonist not coming to the meeting on time. يعني عايزوا هنا طبعا هو حذرنا هنا يباورنا the us agonist حذرنا ضد ان احنا ايه ما ننجيش طبعا الميتين في المعاد يعني. في نمبر ستين بيولي هي me that it would be very dangerous. طبعا عايزوا هنا ايه ايه حذرنا او حذرني حذرني بقى من ايه ان it would be very dangerous ان هو هيكون خطر جدا. بعد كدا كشن نمبر ستين هنا بيولي we had rain last week. طبعا الرين هنا من ان كنتبول الحاجات التي لها تعادة ويهدي a little rain a little rain قليل من المطر يعني. قيشن نمبر ستين بيولي we haven't got baggage. بيجي بردو هنا ان كنتبول عشان كدا ايه بيولك we haven't got much baggage. في نمبر نانتين بيولي we haven't got باكت ماني وانا وزا شايلد يعني ما كنتش باخد طبعا مصروف جيب كتير يعني يبقى ماتش هنا يبقى ماتش ايه باكت ماني في كشتن نمبر طبعا هني بولي وزير فود ليفت افتر زاه ويدي طبعا هنا برضو ايه فود ان كونت ولي بقى ماتش هنا يبقى وزير ماتش فود ليفت فنوبر توين وان ايه دن هاف فريندس واني يوز ات سكوو يعني مكنش عند ازرق كتيرة لما كنت طبعا ايه ياس طبعا هنا فريندس كونتو فاعتقد هنا مين ماني تاخد ايه ماني كشن نمبر تويني توبي اللي هفلو بين تو ديفرنت كونترس طبعا هنا ديفرنت كونترس دول عديدة كونتو يبقى ماني ماني ايه ديفرنت كونترس نمبر تويني سري بيقول لي زراندس جود بروغرامز ان تي في زي سي ايه ويك طبعا هنا ايه ياس كونتو يعني هنا ايه كونتو بروغرامز هنا ايه كونتو عشان كدا هنستخدم هنا ايه مني نستخدم ايه مني في كويتشن نمبر تويني فور بيقول لي زيس از ايزي ام نوت ميكينج مستيكس ات اول يعني هو طبعا هنا ايه اخطاء اي ايه اخطاء بعد كده في كويتشن نمبر تويني فاي بيقول لي she to help me with the decorating طبعا هي ايه اجريد يعني اجريد يعني هي وفقت ان هي تساعدني فين في في النمبر تويني سيكس بيقول لي dead يعني بابا mean me to try a little harder and not to give up so easily طبعا هنا اه ايه عايز يقول ان هو نصحني ان ايه to try a little harder ولا ايه هنا advised يعني نصحني هنا advised ايه نصح في نمبر تويني سييفن هنا يبوي sam is stealing the money يعني ايه هنا انكر طبعا سرقة الاموال يبوي هنا ايه هنا denied denied يعني يعني انكر في number 28 بيقول jack his brother to enter the boxing competition يبقى هنا شقع يبقى هنا encouraged يشقع اخوه ان هو يدخل ال competition في number 29 بيقول jack that we should meet at 6 o'clock اقترح ان احنا نتعاب للساعة 6 يبقى هنا ايه suggested واي في number 30 بيقول دفدد using his brother's computer without asking him يعني هنا طبعان ايه denied يعني هنا انكر استخدام في number 31 بيقول يقول هاهم يبقى البوليس هنا اتهم ويبقى كلمة اتهم هنا اكيوزدهم 32 his mom him to study harder for the exam. طبعا ممتو encouraged يعني شجعته. في نمبر سيرت سري زي جانج اللي العصابة denied the woman. احنا قلنا denied يجي بعدها في ربع برصة انجلي مجنج. في نمبر سيرت فور I promise you with you homework. طبعا I promise to help you. to help ايه? you. بالنسبة للرريت بتاع الجزل اللي هو طبعا كل الريبورت سبيتش اللي هي ماما منعتني يعني كل ده احنا طبعا شرحناه وحلنا على عشان كده مش هنشرح حاجة تاني يس لكن احنا طبعا هناخد جزء من اللي هو طبعا بتاع ماتش والحاجات دي اهو. يقول لك there is only a little milk left in the bottle. في جيه هنا قال استخدم ماتش استخدميه ماتش. طبعا قليل وهنا ماتش كسير طب ازاي هقول هنا وهنا يعني هشيل ده حط دي لأ هنا اعمل نيجاتف للجملة. وهقول يعني لا يوجد قليل او لا يوجد كسير من ايه من الملك في في الفوضل. بعد كده كسير نمبر تين بقول ام سوري there is no كوفي left. الاستخدم ران اوت اوكي. ران اوت هنا يعني خلصنا او يعني استنفازنا. فطبعا هنا هتقول له ايه ام سوري we have فران اوت كوفي. ياس؟ ملا كده فرقم الابن بقول what is the price of the saucepan. الاستخدم ماتش. طبعا هنا هتقول له how much is the saucepan. او how much is that saucepan. في نمبر 12 هنا بقول له it's been two or three weeks since i left. الاستخدم افيو. استخدميه افيو. طبعا هنا هتقول له it's the it has been a few weeks since i left. okay you know it has been a few weeks since i left. يعني السبيع قليلا من ذاني غدرت. في نمبر سرتين يقول له unfortunately there is not much we can do. استخدم almost nothing. يبا there is almost nothing to do. او there is almost nothing we can do. شيلت ال not negative عشان انا حطيت nothing هنا. there will still a couple of people in the cafe. الاستخدم افيو. اوكي? يبا هقول له هنا عيبة. افيو تيجي مع الجامعة هنا با هقول له there were a few people in the cafe. في نمبر 15 يقول له only a small amount of the food was eaten. طبعا اللي هنا استخدم مع little. little هنا يعني قليل اوكي? هقول له طبعا ايه? only a little of food was eaten. a little of food was eaten. في نمبر 16 يقول له she speaks fluent english and some italian. استخدم اوكي. طبعا هي. طبعا هي. she speaks fluent french and a little italian. a little italian. a little italian يعني قليل من ايه? من الاطالي. he has only a few friends. الاستخدم مني. اوكي? طبعا هنا فيه يعني قليل ايه? للعدد. وهنا مني كسير. يبقى هنا طبعا هاجبها negative fear. اوكي? يبقى اولي ايه? ممكن اقول he has no ah many او اول افضل ان انا اعلم فهنا he has. اقول he doesn't have many friends. he doesn't have many friends. وفي القملة نمبر يتين بولي she is very busy. she has a little free time. الاستخدم بردو much. عشان اشيل هنا a little واحط ما كانها much. اول she doesn't have much free time. اوكي? اه بعد كده هنا في القملة رقم 19. بولي she is lucky because she has only few problems. اوكي? الاستخدم مني بردو. نقول she is lucky because she doesn't have many problems. اوكي? والحتة بتاع تويني اللي انا عايز اوصلها هالي استخدم nothing اهو. ناخد بالنا شوف انا هلاها ازاي. خد بالك هنا anything اهو. وهالي استخدم nothing. عشان انا اشيل anything اوحط nothing هنا. فهعمل ايه هنا حاجة بسيطة كده? اجي شايل didn't اللي هو النجد. فاقول هنا بقى it cost me nothing to repair the core. اوكي? والجملة برضو تويني one he put no presence for his son. علشان انا احط نو هنا. فحطيت الجملة مثبتة لك. الا اول اللي حطي هنا. فاقول he. ارجع بقى didn't او. يبقى he didn't واجب ايه? الانفينيتب بعدها buy. يبقى he didn't buy any presence for his son. اوكي? ده كل الحاجات اللي كانت معنا على اليونت اتمنى ان احنا نكون استفادنا من الشرح. وما ننساش ان احنا نتعامل مع او نتفاعل كده مع الفيديوهات عشان خاطر القناة تقدر تستمر وتنجع. وتقدر ان شاء الله تلقى الفيديوهات اللي انتم محتاجينها.